عملنا حديقة الحيوانات بتاعتنا حديقة الحيوانات بالجيزة محافظة الجيزة المكان اللي انت عارفه ده وعملناها تحفة جبنا مجموعة من اندر النباتات والاشجار الموجودة في الدنيا وزرعناها هناك جبنا زلط ملون وعملناها او بالادق جبنا زلط مش لوناها جبناه هو ملون من الطبيعة بألوانه اللي خرجت من الطبيعة زي هي وعملنا بها لوحات على الارض ومماشي عملنا جزيرة الشاي والبحيرة الشهيرة بتاعتها عملنا استراحة مزهلة هناك حتى الاقفاص اتعملت مخصوص عشان حديقة الحيوان بتاعت الجيزة جبنا مجموعة من اندر ومن اغلى ومن اجمل حيوانات واصبحت حديقة الحيوان بالجيزة تباهي وتنافس حديقة لندن فعلا مش هزار وبعدين عدت سنين سنة بتجر التانية السنين عمالة بتجري وللأسف الاهتمام ما بقاش نفس الاهتمام المراعية على رأي جدتي كيف نراعي ما بقاش زي الاول لأسباب عدة سبنا دلوقتي من تعديد ذكرها جزء من رؤية كبيرة لمصر بدأت سنة 2014 ودي حدوتة بجد والله العظيم بامانة امام ربنا سبحانه وتعالى دي حدوتة بجد رؤية كبيرة لمصر ان مصر لا هي اقل من لندن ولا اقل من برلين ولا اقل من باريس ولا اقل من عاصمة من العواصم الجميلة مش بس الكبرى ده هنا على صعيد الجمال ولا هي اقل منهم في قوة التأثير السياسي ولا اقل منهم في قوة التأثير الاقتصادي مصر مش اقل من كده مش اقل من هذه الدول ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا النمسا ولا أمريكا مش اقل من الناس دي خالص وتبنت هذه الرؤية في مخيلة الرئيس أولا كحلم كبير والحلم يبدأ يتحط على الورق في الدراسات والدراسات تبدأ تتحط على الارض فيما تستطيع ان تراه بعينك بما فيها حتى حديقة الحيوانات بالجيزة ازاي نقدر نرجعها لبهائها القديم وبدأنا نشتغل ونفكر وهنعمل ايه وعندنا طبعا فقهة اولويات ايه قبل ايه ايه اللي نحط فيه الاول ده ايه اللي نعمل فيه ده ايه اللي نخطط اللي ده الى اخره وصولا الى انه طيب دلوقتي رؤيتنا اكتملت واجندة اولوياتنا ووصلنا الى الحتة بتاعت ازاي نقدر نرجع حديقة الحيوانات بالجيزة لبهائها القديم وفي نفس الوقت تبقى معمولة بالمعايير الجديدة اتعملت او جيء اتقدم اكتر من عرض جزء من هذه او واحد من هذه العروض هو تحالف مصري فازوا بهذا العرض بتاع التطوير انا اتذكر الاسبوع اللي فات لما جينا اتكلمنا على ده واظن كان بالزبط من اسبوع اظن كان يوم السبت اللي فات فعلا انه اول حاجة انا سألت عليها قلت يا جماعة النباتات النادر سيد احمد دراهيم الحقيقة قال لي لا مساس بالعكس فهنا يجي الدور الحقيقة الرائع اللي بلعابه المركز الاعلامي المجلس الوزراء اللي بيبدأ يعمل عملية التحقق فنفى المركز الاعلامي المجلس الوزراء بعد مراجعتهم مع وزارة زراعة كل ما تم تداوله من انباء بخصوص بيخلعوا الشجر بيقطعوا الشجر بيبوزوا الشجر بيضمروا الشجر كل الكلام الفارغ ده انا متذكر وزارة احمد ابرهيم قال يا جماعة احنا بنحافظ على كل حاجة جوه اثرية تراثية جميلة نادرة وقال نصلا كده بما فيها الاشجار مش بس المباني وقاب المناسبة حتى على الحديد بتاع الاقفاص قال حتى الاقفاص لان دي كانت معملالنا احنا بتصميم لينا احنا مخصوص هنحافظ عليه ترجمة نانسي قنقر